اشتركوا في القناة رؤساء تلك الدول بمنع او مصادرة اي برنامج سياسي ساخر او تحويل اي فنان او مبدع للمحاكمة رغم انها تجعل من رؤساء تلك الدول اضحوكة للصغير والكبير هذا بخلاف وسائل السخرية الاخرى وعلى رأسها المسرح والرسوم الكاريكاتورية لكن في عالمنا العربي اجتمع وزراء الاعلام العرب وخرجوا بفرمانات وقرارات ثورية تهدد بالويل والثبور وعظائم الامور وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان ينال تصريحا او تلميحا من اي زعيم او وزير او حتى غفير يعمل في حمى الحكومات والحكام العرب وانطلاقا من الالتزام بهذه الفرمانات فاننا نقدم هذه الحلقة مع الفنان احمد السنوسي احد ابرز صناع الكوميديا السياسية الساخرة في العالم العربي ما ينبغي ان يعرفه المشاهدون هو ان احمد السنوسي ممنوع من تقديم عروضه المسرحية او الفنية او الظهور في وسائل الاعلام المغربية الرسمية منذ ثمانية عشر عاما طبعا احنا قيدناك وكتفناك واغلقنا فمك لاننا لا نأمن لسانك ولاننا سنطبق ابتداء من هذه الحلقة القرارات على كل الضيوف لن يسمح لأحد ان ينال من اي زعيم او زوجته او اولاده او احفاده او احفاد احفاده او اقاربه حتى الدرجة المئة لن يسمح لن يسمح لأي ضيف ان يلان من اي وزير او حتى غفير يعمل في اي حكومة فقط المسموح لك بان تتناولهم بالنقد كما تشاء وان تقول ما تريد عنهم هي هذه الشعوب المنكوبة خلاص خليك مكتف قلت اي موافق هتكون مؤدب ستقول لن تنال من احد ها شوف اذا كنت ناو تضحك علي عارف العصاية دي كويس ها كلت بها علقة قبل كده ستة وتسعين اه سنة ستة وتسعين مع المعطلين اه هي جاهزة 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 لا هي جاهزة برضو اذا رحت كده ولا كده العصاية هي جربت الكرابيك دي احنا بعد كده الضيوف هناخد معانا الادوات دي معا الضيوف يكون معانا عصاية ومعانا كرباك اذا التزم وكان مؤدب وكويس اوكي ما كان شي هنقص لسانه بالمقص ده ونقدم لسانه قربانا للحكام والحكومات كل الضيوف اللي لسانهم طويل هنقص لسانهم احنا ملتزمين بالقرارات قرارات وزارة وزاراء الاعلام العرب هتلتزم ولا نسيبك مربوط شايف الرجال اللي انا جايبها دي اللي كتفوك دول كمان كل واحد معا شوما كل واحد معا عصاية اذا ملتزمتش هوصلاتهم علي خلاص هتلتزم في الكوية رجالة هدو وزاراء الاعلام العرب هدو وزير اعلام العرب لا دول انا جايبهم من وزارة الداخلية خبراء تعزيب وزاراء اعلام لا دول تبع وزاراء الداخلية خبراء تعزيب بس لو خركت كده ولا كده الحاجات جنبي قل لي رأيك ايه في القرارات العظيمة اللي اتخذها وزاراء الاعلام العرب اولا هدو وزاراء الاعدام العرب ايه وزاراء الاعدام العرب انتهت ابدأ لا يعني انا اريد ان اقول انها جاءت في القافية جاءت في القافية فقط انا لم اخرج عن الانتزام فوزاراء اول مرة اخذوا قرار الحمد لله اجتمعوا واخذوا قرار يعني هذا شيء جميل انا شايف انه مثلا التلفزات الرسمية عندنا عندنا تلفزة رسمية مثلا هي الان اصبحت وسيلة للتعديب كيف كيف انه مثلا ياخد واحد معتقل يعتقله ويعمله في زنزانة ما فيهاش نوافذ ويعمله فيها تلفزة رسمية تلفزة رسمية يعني اربع عشر ساعة هذا المعتقل يتفرج في البرامج الرسمية وانت تعرف مثلا البرامج الرسمية من نشرة الاخبار ويعني برامج كلها تمدح في الحاكم ولا اخبار ولا معلومات ولا معطيات فهذا المعتقل يتفرج بعد ساعات ينهار ينهار لانه تفرج 12 سنة في تلفزة رسمية عربية ينهار ثم من بعد ذلك يعترف بالشيء اللي فعلوا والشيء اللي ما فعلوش فيه واحد اخر كان يشوف مثلا يعني التلفزيونات الرسمية وسائل للتعذيب اصبحت وسائل للتعديب النفسي والتعديب الجسدي انت لما نحطك انت وتلفز رسمية 24 سنة سنة يعني 24 ساعة تصبح 24 سنة حتى اعترف بالشيء اللي اقترفته والشيء اللي ما اقترفتهش طيب واحد يا اخي ماذا يفعلون حتى يطوروها يطوروها مثلا انا اعتقد انه جاء واحد من هدوك اللي يجتمعوا في المانعة العربية واقترح انه مثلا الاخبار يوضعوا لها الحان ازاي يعني نحنوا مثلا الاخبار لان في اخبار الان الجمهور اصبح يهرب شوية الفضائيات والتلفزات كلها اتلوا وضربوا وكذا يعني مثلا انفقرات انفقرات لا يعني كلها تتكلم عن السلطة ومنجزات السلطة عندك نموذج نموذج مثلا انا اعتقد انه مثلا يجي واحد مديع يعطيه لما يبغيقوا الاخبار يعطيه يعني عشان تكون فيه منوعات اخبار منوعة دلنا نموذج نموذج مثلا الان مع القبار مع القبار مع القبار جلالة الرئيس استقبل استقبل جلالة الرئيس عدد من الوثرة لابد ان تخضع وتقر بفروض الطاع والولاء وتسبح بحمد الرئيس والزعيم كل يوم وحتى يتم الرضاء عنك يا اخي مشكلتنا اليوم مشكلة دينا هو هذا يا اخي يا اخي مشكلتنا هي هذا هيش هذا الكرسي هذا هو الكرسي هذا مشكلتنا من تقعد على كرسي هو هذا كرسي يا اخي انا ممكن نخليه من بعد ساعة نخليه هذا من بعد خمسين سنة ما يقليش مشكلتنا هي الكرسي هو هيعمل الكرسي لازق فيه الكرسي هو لازق فيه ما يقدرش مشكل ما يجي تسيب الكرسي الكرسي ينادي يا اخي احنا حكامنا يوقع فيه حب من اول وهلة مع الكرسي وتعرف انه الان فيه مرض خطير اسمه غرام الكراسي غرام الكراسي ومقابله يعني علميا الكرسي تيتي الكرسي تيتي بالمغربية يعني مرض واحد فيه مرض دائما جالس على الكرسي لان فيه مثلا مستبي الدين في حكام دينا اليوم هو لما يموت يخلي وصية يدفنوا معاه الكرسي دياله انا لا اقول لك اني انتقد حاكم عربي او انا لا استطيع اليوم انتقاد بوش مثلا مثلا في عندنا حكام يذكرون اسم بوش اكثر من ذكر الله بعض الحكام اصبحت قبلتهم هي البيت الابيض وعوض ذكر بسم الله يقولون بوش من الله اشتركوا في القناة